ديما بيعة على فراش المرض وزوجها أحمد الحلو يكشف عما حصل كشف رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو عن دخول زوجته الفنان السورية ديما بيعة إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية بسببه حيث نقل العدوى لها بعد حرصها على الوقوف بجانبه ووثق الحلو عبر خاصية ستوري في انستغرام صورة له ولبيعة وهي في المستشفى الظهرت على السرير بملامح متعبة ليحرص الحلو على الوقوف بجانبه وهو يرتد الكمامة وجعلها تبتسم وكتب الحلو قائلاً حبيبتي وقفت معي بمرضي لن عدت هي وفيما لم يكشف الحلو تفاصيل أكثر عن مرضهما إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقع أن يكون مصابان بفيروس كورونا فيما تناقل الجمهور صورة الفنان معربين عن حزنهم لما أصابها متمنين لها الشفاء العاجل وسط مطالبات منهم بتوضيح تفاصيل حالتها الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر